نبضي فراء والسلام. علشان كده احنا بنقرأ مع بعض في سلسلة الحلقات دية كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام الترميذي رحمه الله تكلمنا في الحلقة الاولى عن صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن اوصافه عليه الصلاة والسلام والحلقة التانية تكلمنا عن خاتم النبو هتلاقي الرابط بتاع الحلقتين دول موجود في الوصف ارجو انك انت تروح تتفرج عليهم بعد ما تشوف الحلقة دية للاخر مفيش مشكلة لان مفيش ارتباط وثيق اوي بين ترتيب الحلقات النهاردة الحلقة التالتة بنتكلم مع بعض عن صفة شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان شكله عامل ازاي كان طوله عامل ازاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه في شعره كان بيتعامل مع شعره ازاي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام الترميذي رحمه الله باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الباب ده أربع أحديث كلها أحديث صحيحة احنا بنخش في الموضوع على طول علشان نستفيد بكل دقيقة بكل سنة في الحلقة بتاعتنا الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أو إلى أنصاف أذنيه يعني كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام بيبقى طويل لحد ما يوصل لفين لحد أنصاف أذنيه يبقى طول الحد هنا تمام يبقى كان أحيانا شعر النبي عليه الصلاة والسلام بيبقى طويل لحد ما يوصل إيه لحد هنا في رواية الإمام مسلم عن أنس بن مالك أيضا قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذنيه وعاتقه يبقى كان أحيانا شعره بيبقى طويل لحد هنا أحيانا تانية كان شعره بيبقى أطول بقى يبقى طويل لحد ما يوصل هنا كده بين الأذن والعاتق يعني يبقى شعره طوله مثلا لحد هنا يبقى أحيانا كان شعره بيبقى لحد هنا أحيانا شعره بيطول يبقى ما بين الأذن والعاتق الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة فوق الجمة ودون الوفرة يعني ما بين الأذن إلى الكتف يبقى كان شعره بيبقى دايما أو يعني كتير من الأحيان بيبقى شعره فين وسط لحد هنا كده شعره طويل أطول من الودان وأقصر من الأكتاف بيبقى لحد هنا كده الحديث الثالث حديث أم هانئ بنت أبي طالب أم هانئ دي اللي هي أخت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر وفي رواية ضفائر يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يضفر شعره يضفر شعره يضفره يعمله ضفائر يعمله أربع ضفائر لأن انت عارف النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر بقى بيفرق شعره قبل ما يهاجر كان بيسدل شعره هيجده كان بيفرق شعره يعني ايه يعني بيخلي فيه فرق من النص كده يبقى شعره مأسوم من النص كده نصين يفرق شعره فكان يعمل أربع ضفائر أو أربع غدائر يعني يضفر كل جنب بفرسين يبقى شعره مضفر كده تمام فهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا الحديث الرابع حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره أو يسدل شعره بالكسر أو بالضم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون أو يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حديث ذا روى البخاري ومسلم في الصيحين طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة قريش دول كانوا وثنيين عباد أصنام فكان من عادة قريش من عادة المشركين في مكة أنهم كانوا يفرقون رؤوسهم كانوا بيصرحوا شعرهم يعملوا فرق من النص كده كانوا يصرحوا شعرهم كانوا يعملوا فرق من النص كده فكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كان يسدل شعره أو يسدل شعره يعني إيه؟ يعني يخل شعره كله وحدة وحدة كده صرحوا كله مع بعضه من ما يعملش فرق يخالف المشركين لأن كان في الوقت دوت أهل الكتاب اللي هم اليهود كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيفرقوا كانوا بيسدلوا شعرهم أهل الكتاب كانوا بيسدلوا شعرهم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء لأن أهل الكتاب اليهود والنصارى عندهم كتاب منزل من عند الله عز وجل آه هو محرف كل حاجة ولكن ما زال فيه بقايا خير أو بقايا الوحي الذي أوحي به إلى أنبياءهم إلى سيدنا عيسى وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فيبقى اللي هم بيعملوه ده احتمال يكون موافق للحق احتمال يكون موافق للصواب إنما المشركين اللي هم الوثنيين عباد الأصنام دول ما عندهمش كتاب أصلا فكل اللي بيعملوه ده عبارة عن إيه؟ اختراعات وأشياء هم اللي بيعملوها فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب لأن احتمال وجود الحق معاهم أحيانا يخليهم أولى بالمتابعة من المشركين الكلام ده كان في أول إسلام لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة وبقى خلاص في المدينة كان في المدينة مين اللي كان حواليه كان اليهود أهل الكتاب أهل الكتاب دول كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيسدلوا شعرهم فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما كان عايش في مكة كان بيخالف المشركين لما كان عايش في المدينة وحواليه اليهود كان بيخالف اليهود يبقى دي يا أخواننا من مسائل المهمة جدا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد مخالفة المشركين سواء الوثنيين عباد الأصنام في مكة أو أهل الكتاب كفار أهل الكتاب اللي هم اليهود في المدينة كان يتعمد أن هو يخالفهم حتى في تسريحة الشعر حتى في تسريحة الشعر كان بيتعمد أن يخالفهم ودي مسألة مهمة جدا يا أخواننا إنك إزاي تتابع إزاي تقلد تقلد إزاي الكفار يعني الشباب اللي هو بيصرح شعره زي لعبت الكورة وزي الممثلين وزي مش حارفه بيقلدهم يا أخي إزاي ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف حتى في تسريحة الشعر كان يخالفهم صلى الله عليه وآله وسلم فإنت لازم تنتبه للمعنى ده هنا بيجي سؤال طب هو معنى كده إن النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره بيبقى طويل أحيانا إحنا قلنا كده شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان طول أحيانا كان يبقى الأنصاف أذني وأحيانا كان يبقى شحمة الأذن لحد هنا كده وأحيانا يبقى ما بين الأذن والعاتق وأحيانا كان يضرب من كبيه أو من كبيه كان يضرب أكتافه عليه يعني يبقى شعره طويل لحد الأكتاف ما كانش يبقى أطول من كده يعني ما كانش يبقى شعره طويل أو ينازل على ظهره لا كان بيبقى أحيانا طوله لحد هنا لحد أنصاف الأذنين أحيانا لحد شحمة الأذن أحيانا أطول شوية أحيانا أطول خالص لحد الكتف ده أطول حاجة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام ده معناه أن تطويل الشعر سنة للرجالة يعني من السنة أن الرجال يطيلوا شعرهم نقول لا دي مش من السنة ولا حاجة إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على عادة الناس على عادة الناس يعني هما الناس كانوا معتادين في زمانه أن هما يعملوا كده فهو كان يفعل ذلك على سبيل العادة وليس على سبيل العبادة ما هيش عبادة إنما عادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تمشيا مع المجتمع اللي هو عايش فيه زي أما كان بيركب الخيل والبغال والحمير والإبل والكلام ده لأن دي عادة الناس كان بيقضي حاجته في الخلاء لأن دي عادة الناس ما هيش دين إنما تبقى دين إمتى لو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها خلي بالك أو رغب فيها يبقى في الحالة دي تبقى إيه ما تبقاش عادة تبقى دين زي إيه؟ زي اللحية النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطلق لحيطه على عادة العرب إن كل إن أسحى وليه كانوا بيطلقوا لحاهم ما كانش فيه راجل بيحل أدأنه أبدا فهذه عادة أي وعادة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمر بها فقال وفروا اللحة أرخوا اللحة أتركوا اللحة فانتقلت هنا من العادة إلى إلى العبادة بقت دين أصبحت الآن دين وبقتش عادة واضح يا إخوة إنما إطالة الشعر هذا ليس فيه سنة ولكن الصواب فيها أن يتمشى مع عادة أهل بلدي يعني لو أنت عايش في بلد عادة الناس الرجال إن هم بيحلقوا شعرهم يبقى صير خالص زي إحنا هنا في مصر وأغلب الدول العربية يبقى تلتزم بدا لا تشذ عن الناس لا تخالف عادة الناس أو هدي الناس تمشي على اللي الناس مشي عليه تحلق شعرك زي الرجال لإن خلي بالك في بعض المجتمعات إطالة الشعر دا يعدو عيب ويعدو تشبه بالنساء هذا ينبغي ألا تفعله لو أنت قاعد في مجتمع من الطبيعي عندهم أو من المعتاد عندهم إن هم بيطيلوا شعرهم زي أوروبا وبعض الأماكن وإنت عايز تطيل شعرك بحيث إنك ما تبقى شاز فصة الناس ما فيش مشكلة إذن فالأمر دا مطروق لإيه؟ لعادة ناس ليس فيه سنة نفعش الواحد يقول إيه إن السنة إطالة الشعر لا مش من السنة ولا حاجة طبعا من الحاجات المهمة إن لما تحلق شعرك إما إنك تحلق شعرك كله وإما إنك تترك شعرك كله إما إنك تسيب شعرك كله طويل أو تحلقه كله إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق بعض الشعر إنك تحلق شوية شعر وتسيب تحلق شوية من هنا وتسيب شعرك من هنا طويل أو أي بقى حاجة من التأليع اللي بيعملوها دا كل دا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم نهي تحريم فهو محرم لا يجوز أن يفعله أحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو تركه كله يبقى شعرك إما أنك هتطوله تسيبه كله طويل أو تحلقه يبقى تسيبه كله محلوق إنا ما تسيفش جزء منه محلوق وجزء منه طويل دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وده اللي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الباب التاني باب ما جاء فيه ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب ده الإمام ترميذي رحمه الله ذكر فيه خمس أحاديث منهم ثلاث أحاديث صحيحة هنقولهم مع بعض الحديث الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض يعني كان بصرح له شعره عليه الصلاة والسلام بأيديها وهي حائض ده دليل على أن الحائض ليست إيه ليست نجسة أو الكلام ده وفيه برضو دليل على معنى جميل إن هم كأسرة شوف يعني زوجته هي اللي بتصرح له شعره بأيديها لا يدل على التودد والتلطف والتحبب والعلاقة الجميلة اللي كانت بينهم هي اللي بتصرح له شعره بأيديها رضي الله تعالى عنها حديث التاني حديث أم المؤمنين عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب يعمل كل حاجة يبدأ باليمين كان كده من سنته ومن هديه عليه الصلاة والسلام إن هو كان لما يبدأ أي حاجة يبدأ فيها باليمين قالت كان ليحب التيمن البدء باليمين في طهوره إذا تطهر يعني لما يجي يتوضى أو يغتسل يبدأ دايما باليمين إيدي اليمين رجل اليمين وشق اليمين لما يجي يغتسل وفي ترجله إذا ترجل لما يجي صرح شعره يبدأ بالإيه؟ يبدأ بالجزء اليمين الأول وفي انتعاله إذا انتعال لما يجي يلبس النعل يلبس رجل اليمين الأول هذا الحديث متفق عليه وفي رواية البخاري قالت رضي الله عنها وفي شأنه كله عليه الصلاة والسعين في كل أمره كان يحب أن يبدأ باليمين إذلك تأمن يا عباد الله فإن في اليمين بركة الحديث الثالث حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا يعني حينا بعد حين يعني تبقاش طول الوقت ماسك المشته عمال تصرح ويجيب كريمات وتمسك البتاع ده وتستشوار وتعود تعمل شعرك فرما كل شوية تبقى عايش علشان شعرك في ناس بتفضل قعدة بالساعات عشان يعمل أصل هو عايزة اللحة من المجلة أو زي اللعيب الكور ده ما بيعمل يضيع وقت كبير جدا هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم منفعش هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم منفعش تعمل كده ولكن نهى رسوله وسلم عن الترجل إلا تسريح الشعر إلا غبا يعني حينا بعد حين من وقت الآخر تصرح شعرك من وقت الآخر توضب شعرك من وقت الآخر تزبط شعرك إنها ما تبقاش قاعد طول الوقت طول الوقت طول الوقت ما وركش حاجة غير شعرك لا بعد كده الباب التالت بابه ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب رسول الله الشيب اللي هو الشعر الأبيض اللي بيطلع في اللحية أو في شعر الرأس الشيب الباب ده فيه سبع حديث كلها صحيحة الحديث الأول حديث قتادة قال سألته أنا سابن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب يعني هل النبي عليه وسلم سبغ شعره هل خضب رسوله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك يعني ما كانش الشعر الأبيض اللي في لحيته وفي شعره كتير أوي لدرجة أنه هو يحتاج أن يسبغ لا ولكن كانوا بس شعرات أوليين قال إنما كان شيبا في صدغيه أو صدغيه بالضم أو بالكسر الصدغين اللي هم يعني كان فيه كم شعرية بيضة كده طالعين في خدوله كده عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبارك عليه قال ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم ولكن اللي كان بيصبغ يعني قتادة بيسأل سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه بيقول له هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصبغ شعره قال له ملحقش يعني شعره ما موصلش الأبيض اللي فيه إن يحتاج إن هو إيه يتصدق ولكن اللي كان بيصبغ شعره هو مين أبو بكر الصدق رضي الله تعالى عنه كان بيصبغ شعره كان بيصبغ شعره بإيه بقى بالحناء والكتم الحناء الحنة الحنة عرفها أنت لونها أصفر أو أحمر فاتح الكتم ده حاجة عاملة زي الحنة نوع من أنواع السابقة لونها أسود فهو كانوا بيعملوا إيه أنت طبعا الحنة لونها أصفر فاتح فبيجيبوا الكتم ده اللي هو لونه أسود ويحطوا منه على الحناء فيقوم يغم لونها شوية فيجي درجات الأصفر والأحمر أصفر فاتح أصفر أغمأ شوية أغمأ أكتر أحمر أحمر غامئ كل ده إنما ما كانش حد منهم بيصبغ بالإسود خالص هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سبغوا الشعر بالسواد حرام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما جابوله أبو قحافة اللي هو والد سيدنا أبو بكر الصديق وكانت رأسوه كالثغام البيضاء يعني بيضة خالص شعره شايب خالص فقال غيروا هذا واجتنبوا السواد اجتنبوا السواد دروا الإمام مسلم وقال عليه الصلاة والسلام يظهر في آخر الزمان أناس يخضبون رؤوسهم بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة هذا نهي شديد عن الخضاب بالسواد يبقى سبغ الشعر للرجال والنساء باللون الأسود هذا حرام نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهنا سيدنا أنس بيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيصبغ ما وصلش للمرحلة دي ولكن اللي كان بيصبغ شعره هو مين هو سيدنا أو بكر الصديق في رواية مسلم الحديث ده متفق عليه في رواية مسلم قال لم يخضب أو لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبد يعني بيقول ما كانش فيه شعر كتير أبيض في شعر النبي عليه الصلاة والسلام هو كان كام شعرية فيه العنفقة اللي هي العياء اللي هيدي والصدغين هنا وفي الشعر في الرأس نبذ يعني كام شعرية كده فما كانش فيه شعر كتير يحتاج أن إيه أن يصبغ قال إنما كان فيه عنفقته أو عنفقته اللي هي العنفقة اللي هي الشعر التحت الشفة ده اسمه عنفقة أو العنفقة حديث التاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء كل الشعر اللي كان في لحية النبي الأبيض الشعر الشايب أو الشعر الأبيض اللي كان في لحية النبي عليه السلام رأسه كل كله كانوا أربع عشر شعرية بس ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء وفي رواية في الصحيحين عن أنس أيضا رضي الله عنه قال توفاه الله وليس في رأسه وليحيته عشرون شعرة بيضاء يعني الحد ما توفي عليه الصلاة والسلام كل الشعر الأبيض اللي كان في لحيته وفي رأسه ما وصلش لعشرين شعر بيضاء الحديث الثالث حديث سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء لما كان يدهن بالزيت يعني هما لأنهم كانوا شعرات قليلة كم شعراية فكان لما بيضع زيت على شعره عليه الصلاة والسلام كان الزيت لون الزيت بيداري لون الشعر الأبيض بتواخد بالك يعني الزيت لونه إيه لونه أصفر أو أحمر فلما بيحط الزيت هما لأنهم كم شعراية بس قليلين فكان لون الزيت الأصفر أو الأحمر ده يغطي اللون الأبيض بتاع الشعر قال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء لما يحط الدهن اللي هو الزيت يعني اللي بيحطه في الشعر كان الشيء يختفي لأن الدهن كان يغطي لون الشعر الأبيض وإذا لم يدهن رؤية منه شيء لما كان ما بيحطش دهن كان تظهر الكام شعراية البيضة دول وفي رواية قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه يعني ما كانش فيه شعر أبيض كتير بهم كانوا كام شعراية بس في مفرق رأسه في نص الرأس كده إذا الدهن وارهن الدهن يعني لما يستخدم الدهن اللي هو الزيت بتاع الشعر الزيت يروح مغطي الشعرات البيضة ديت الحديث الرابح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من عشرين شعرة بيضاء يعني شيب النبي الشعر كل الشعر الأبيض اللي كان في لحياته وفي رأسه كله كله كان نحو عشرين شعرة بيضاء يعني ده نفس العبد اللي قاله أنس رضي الله تعالى عنه الحديث الخامس حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت سيدنا أبو بكر الصديق بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له انت شبت يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت شاب النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن الكلام ده معنى إيه؟ معنى أنه هو عايز يقول له أن أنا شبت من خوف الله عز وجل شبت من الخوف من الآخرة لأن الصور دي كلها تتكلم عن الآخرة صورة الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وصورة هود التي نزل فيها قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير آية شيب فالشيب ده بيكون من إيه أخوانا بيكون من الهم من الهم فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عاوز يقول أن أنا ما شبتش من هم الدنيا أو أن أنا شبتش من هم الدنيا قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت يعني أنت بدأ يظهر في شعرك شعر أبيض بدأت تشيب خلي بالك النبي عليه الصلاة كان في الوقت ده عنده فوق الستين سنة ومع ذلك ده بالنسبة للعرب كان شيء غريب إنه هو في السن ده وتبدأ يبدأ يشيب خلي بالك إحنا هنا للوقت بتلاقي الشاب عنده تلاتين سنة وشعره نص الحيط وبيضة أو نص شعره أبيض وعن تلاتين خمسة وتلاتين سنة ليه من شيلان الهم بس إحنا هنا بنشيل هم الدنيا هو على أصلا ما يتزوج على ما يتجوز ويجيب شقة ويجيب شبكة ويجيب عفش والكلام ده كله بيكون فعلا خلاص شاب يعني بيشيب من الهم بس هم الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام شاب شاب أيضا من الهم بس مش من هم الدنيا من هم الايه هم الأخرة قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال شيبتني هود وأخواتها أخواتها اللي هي الايه الصور التي جاء فيها ذكر الآخرة سورة عما يتسألون والمرسلات إذا الشمس كورت وصورة الواقعة وغيرها من الصور الحديث الأخير عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي أبو رمثة رايح علشان يشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان أول مرة يشوف النبي ما شفوش قبل كده رايح يشوف النبي واخد معاه ابنه قال فأريته يعني هو رايح فمش عارف مين النبي ما شفوش قبل كده ما شفش النبي قبل كده عليه الصلاة والسلام فسأل يخوانا هو فين النبي فشوروا لأولوه اللوائف في نجدة قال فأريته يعني الناس والرهولي قالوا لي هو اللوائف في نجدة فقلت لما رأيت هذا نبي الله هو دا النبي فعلا يعني ما بيقوله أول مرة يشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقولهم فين النبي فألولوا اللوائف دا فلقم هو دا النبي هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران ثوبان أخضران اللي هي الحلة اللي هو لابس هدوم من قطعة ليس قميص من قطعة واحدة ولاه شعر قد علىه الشيب وشيبه أحمر شيبه أحمر من من الدهن يعني لأنه قلنا أنه كان الشعر أليل قال وقد علىه الشيب يعني ظهر فيه الشيب مش معنى علىه الشيب هو غلب الشيب على شعره كما يتبادر للذهن لا علىه الشيب هنا معناها ظهر فيه الشيب لأن كل الأحديث اللي احنا ذكرناها قبل كده بتدل على أن الشيب الذي كان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان شعرات معدودة 14 شعرية 20 شعرية مش أكتر من كده خالص فبس ظهر فيه الشيب قال وشيبه أحمر أحمر من إيه من الدهن يعني هو ما كانش بيصبغ شعره عليه الصلاة والسلام ولكن كان إيه يدهن كان كثير الإدهان عليه الصلاة والسلام كان بيستعمل زيت للشعر كتير عليه الصلاة والسلام فزيت الشعر ده بيعمل إيه بيغير لون الشعر يخلي لونه أحمر أو أصفر أو كده دي الأحديث التي جاءت في شيب النبي صلى الله عليه وسلم احنا كده هنتوقف هنا الحلقة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن الخضاب خضاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبغ الشعر هل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسبغ شعره احنا ذكرنا بعض الأحديث ولكن في باب مخصوص في مجموعة أحديث عن مسألة الخضاب هنتكلم فيها عن مسألة الخضاب وكمان هنتكلم عن كحل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتحل وبعدين ايه ثوائد الكحل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ده هيكون في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته